دينا اخبار خاصة بنادي الزمالك مين اللي هيمشي في النادي الزمالك يعني برضو سيبكم بقى من اللي بيحصل والجزء الاداري واللي هيحصل في النادي الزمالك الفترة اللي جاية من يعني زي ما نقول كده فرمطة شوية في في الفريق لكن ما نجي نبص الراجل اللي يكون فعونه بعض المشاكل اللي بيقابلها مين اللي هيمشي في الظل ان انت ما عندكش لعيبة جت ففيه اتنين لعيبة ممكن دول اللي يمشوا حتى الان بفرمان من اسوريو نتكلم عبدالله جمعة وشبانة شبانة يعني سموح الاقرب بالنسباله سموح عبدالله جمعة حتى الان لسه الامور بالنسباله فين هيتجه لسه مش محد طبعا احنا عارفين ان مبارح المهندس فرج عامل رئيسنا دي سموحة أعلى عن حمد علاء حمد علاء ان هو موجود خلاص تمت اعارته الى نادي سموحة ده برضو جزء من اللعيبة اللي رحلت عن نادي الزمالك لكن في الاخر ممكن عبدالله جمعة البنك الاهلي طبعا شبانة سموحة ايضا في السنائي برضو محمد الخضري واحمد محمود دول هيكونوا برضو على سبيل الاعارة دول اللعبين ان ممكن يكونوا خلاص هيتجوا للرحيل من نادي الزماني في بقى لعيبة رفض خالص سوري ان هو يعني يرحلهم عندهم عروض لكن رفض تماما لان هو محتاجهم في الظل طبعا زي ما اقول لكم كده ان الامور بالنسبة لعملات القد ممكن ما تبقاش اصلا موجودة ما فيش لعبين جم جداد نتكلم في محمد اشف روقة محمد حسان بيسو صعد الجديد يعني نتكلم دول الاتنين اللي رفض تماما سوري ان هو يمشيهم حتى لو هم عندهم ورود في محمد نديم طبعا حارس المرمى برضو بيطالب باستمراره لان اولا حتى الان ما فيش تجديد العقد اه صبحي او اه محمد عواد فالرجل عايز برضو الراجل العيد ده يبقى موجود او حارس المرمى ده يبقى موجود مع الفريق ده بالنسبة ليه الفريق واللعبين اللي ممكن يكون كلام عليهم ان هم يرحلوا بالاضافة طبعا ان كان ناصر منسي برضو كان فيه كلام ان هو يرحل لكن راجل برضو متمسك بشكل كبير جدا بناصر منسي خصوصا ان هو عمل حياة مرشات هيلة في المسم اللي فات وبالتالي يعني استمراره مهم بالنسبة ليه الفريق المدير الفني اسوريو بيجتمع باللجنة السلسية الجديدة بالنسبة ليه نادي الزمالك بعد تعينها وهيجتمع بيوم والجلسة هتكون فيها كابتن عبدالواحد السيد مدير الكورة يعني تفاصيل كتير يعني الفترة اللي جاء نادي الزمالك الحقيقة زي ما اقولوك كده بيتحسس الوضع بان هو يخش المسم الجديد وهو متماسك فجلسة جلسة فنية ادارية مهمة جدا جدا في الايام القادمة ما بين اسوريو كانت تنادرواحد السيد واللجنة السلسية الجديدة بالنسبة ليه النادي الزمالك طبعا اللي هو حسن موسى طبعا مدير التنفيذي وايضا استاذ احمد فؤاد الوطن مدير المالي وايضا استاذ ايمان عبدالمنعم ابو سريع مدير النشاط الرياضي ده هتكون الجلسة معاهم ان شاء الله طيب خزينة نادي الزمالك هتنتعش بقى باتنين مليون جنيه ليه هيتم عارض احمد محمود الزهير ايمان الصاعد لنادي السيراميكا كيلو باتر طبعا فلوس فلوس بتيجي ومهمة لنادي الزمالك في التوقيت الحالي حتى لو احنا بنتكلم اتنين مليون جنيه ممكن يكون مش مبلغ دلوقتي لكن برضو تسند في الوقت الحالي بالنسبة ليه نادي الزمالك خصوة ان يعني فيه بعض المسحقات متأخرة للعيبة للعملين فيه امور كتير جدا داخل نادي الزمالك محتاجة كل مالين حقيقة يخش نادي الزمالك طيب ساعة اللواء حسن موسن المدير التنفيذي يعني سرح بالتصريحات مهمة جدا خاصة بزيزو قال زيزو وفتوح هيستمر ما فيش تفكير في الرحيل ولا البيع بالنسبة ليه زيزو او فتوح وفكرة الماضي ما حدث في الماضي افن عليه بنفكر فيه الايام القادمة ومستقبل نادي الزمالك وايه الحلول اللي ممكن تحصل في الفترة القادمة بالنسبة للنازل زمالك ودخول الفريق والمسم الجديد بشكل مختلف ده شيء مهم جدا بالنسبة ليه نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر